السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح اتكلم عن الزيوت العطرية والمعلومات اللي يجهلها سواء المستهلك اللي يشتري او سواء التاجر اللي يبيع طبعا العالم العطور غش غير طبيعي موجود فيه غير طبيعي اول نقطة راح اتكلم عنها الزيت العطري مثلا ناخذ زيت 1 مليون طبعا اغلب السوق اغلب السوق الزيوت الموجودة فيه كيميائية ما في زيوت طبيعية كيف العطور التعبئة او المقلدة تنتج شركة مثلا شانيل تنتج عطر معين تمام وليكن كوكو شانيل تيجي الشركات اللي عندها مختبرات سواء في فرنسا في دول ثانية مثل الصين سويسرا اسبانيا وتعمل كوبي او نسخ لرائحة كيميائيا في مختبرات فتنتج مثلا هذا 1 مليون تنتج منه 10 جودات مختلفة تبدأ من مطابقة 100% يعني مشابه للزيت العطري الأصلي للعطر الأصلي مثلا كوكو شانيل تنتج منه 10 أنواع فيه جيد أول شيء فيه ممتاز فيه جيد جدا فيه جيد وفيه مقبول وفيه سيئ تمام على حسب تاجر وش الزيوت اللي يجيبها ففيه تجار ياخذ أعلى جودة أو جودة متوسطة عشان يبيع فيه تجار ياخذ أسوأ شيء ويصرف تمام فشركات العالمية ما تبيع الزيوت هذه مستحيل هذه يتم نسخة رواعحة ونسخة العطر نفسه في مختبرات موجودة في سويسرا في أسبانيا في كذا دولة يتم نسخة رائحة كيميائيا ويبيع الزيت نفس ما هو يبيع الزيت العطري فهذه أول معلومة في الدرس الأول ترجمة نانسي قنع